عايز أقول لكم أن البرنامج ده علمني أن العلاقات الإنسانية بين الرجل ومراته أو الصاحب وصاحبه ملاش كتالوج واللي بنشوفه صح في قصة مش شرط يبقى صح في قصة تانية لأن كل واحد فينا عنده ظروف مختلفة عن التاني وده اللي بيخلينا ساعات نشوف فولان اتصرف بشكل معين في مشكلة وعارف يحلها لما نيجي بقى نعدي مشكلة شبهها ونجرب نفس الحل مع فولان التاني هتطلع النتيجة ممكن غلط أو مختلفة عشان كده أنت حيرانة يا بسانت لأن كل اللي نصحوكي كل واحد فكر بطريقة مختلفة وكل واحد فكر من وجهة نظره هو تعالي أقولك على حاجة أنه زي ما كنت بقول لكم في الأول وأنا بحكي قصة كنت بقول لكم وأنا هحكي لكم إيه اللي حصل النهاردة في الراديو بتقاعدة مع كذا موزيع يعني هقول لأسامي بعد كده مع كذا موزيع لو تسمعوا الأراء الأغلبية أو كله لأنه أنا دايما هتطلع لي ليه رأي مختلف كده معرفش أنا ما أعمل كده ليه بس هو أنا ده راضي ضميري أنا حرة فلقيتهم كلهم بيقول لك وأنا مالي أنا ليه أبقى أنا الطرف التالت وليه أبقى أنا المخضوب علي في الآخر ما في الآخر هيتصلحه وأنا هيبقى شكل وحش أنا ما اتدخلش فلا أنا هتدخل ويا الله بينا هيبقى شكل وحش ويا ما عملتها على فكرة ويمكن أول مرة أحكي الموضوع ده بس واحدة من صحابي كان متقدم لها حد من صحابي برضو أنا أعرفهم هما الاتنين هما الاتنين مش متوافقين يعني ممكن يكون هو ليه آراء غير آراءها شخصيته غير شخصيتها فأنا دايما بعمل اللي علي عشان أي واحدة من صحابي ما بكلمة تعطلي في التليفون أول كلمة بقول لها ما أنا قلتلك ما أنا قلتلك ما تجيش تعياتي فلاقيتها بقول لها أنه هو ما ينفعش عشان يا بنتي هو واحد اتنين تلات اربعة وده اللي بيتقال عليه لفت القصة وراح قال لها أصل سالي كانت معجبة بيا وأنا اللي رفضت فسالي بتعمل كده تعمل إيه بقى صاحبتي لكات صاحبتي ها؟ ما عزبتنيش على فرحهم ما بتتكلمش معايا بعد ست سنين تقريبا انفصلوا اتطلقوا عندهم بنت طب أنا قلت كده من قبل طب أحكيلكم بقى وجهة نظر تانية كان عندي واحد صاحبتي برضو وكانت بتتجوز وأنا عرف أن الراجل ده مش كويس وسمعت بودني وتأكد لما رحت قلت لأبويلا أنه أكيد أول واحد هسأله في المواضيع دي لأنه حتى أمي يا تبعي الستات عاطفية فبقوله حصل واحد اتنين تلات اربعة قال لي تسكوتي خالص ولسه ما اتجوزتش والفرق بيني وبينها خمس سنين هي أصغر أو ست سنين فهيتقال ان انت غيرانا هيتقال ان انت ببوظلها جوزتها كالأغلب الناس في مجتمعنا فلما أنا ما عملتش كده برضو انفصلوا ويا جات تلومني ان أنا ما قلتش والأول مرة كنت بسكتل لأنه خلاص الطلب مني نسالي كفاية مشاكل بقى حتى الناس اللي فعلت يعني كفاية مشاكل بقى دي مش جدعانة دي مش عارف ايه بس انا هطلب منك حاجة يا بسانتي يعني انا ما كنت اشوف حد من متجوز صاحبتي كنت اشوفه في مكان انا كنت بعمل كده كنت بظهر قدامه وبتكلم معاه او استنى ان انا روح البيت وهي بتعمل حاجة في المطبخ وبديله الكلمتين الصح لو انت مش عارف ايه متها سيبها خليك كبير خليك راجل روح اقول لها انا بعرف واحد اتنين تلات اربعة بدل ما انا روح اقول ويبقى شكلك صغير فسبحان الله احيانا بيتضبته وانت بتقولي ان جوزها مؤدب جدا ومحترم جدا وانا ما بفضلش ان اسمك يجي في حور ولو انت بتقولي فعلا ان صاحبتك عيانة والقلب والموضوع ده فانا خايفة انه هي ممكن تعي اكتر ودائما قلتلكو ان الراجل لما بيحس ان انت قفشتيه بيتمادة هتعمليلي ايه يعني طب ما تخليك خايف فطالما هو محترم وعائل ودماغه كبيرة وهيستوعب اتكلمي معا كلمتين اقول له حرام عليك دي عيانة والقلب وخلاص انا شفتك والموقف عدى وفات بس تعالى بقى نفكر ونتكلم هنعمل ايه لانه هو ده المهم واضح انه هو فعلا ممكن يستوعب ايوا يتقولي لصاحبتك لانه انا عمري ما كنت بقوله صاحبتي انا بقول قبل الجواز بصي الفرق عشان كيه بقولك مفيش كاتالوج لكن بعد الجواز ما اقدرش اقول هضلعها مش هتتكسر هتتضلع لانه ان انا بقى عايشة وعارف انه بيبص الواحدة تانية وان انا مش مكافية وهخبي لحد امتى طبعا لازم اخد موقف يا اما هقبل بالامر الواقع وده مستحيل هتعيا اكتر زي ما الدكتور قالها روحي تكلمي معايا بسنت او تلمحلها لو انت ما عرفتش تعملي حاجة بس ما تسكوتيش طبعا ما عديتي بليلة من اسوأ ايام حياتك زي ما بتقولي انا لو ما كانت كنت هقول بس ما كنتش اقول صاحبتي غير اخر حل او هروح اقول لحد من اهلها يا باباها يا مامتها ويتصرفوا هما معاك طالما انا كلامي انت مستصغرني قوي فانا هجيب لك الكبير انتوا بقى لو ما كان بسنت هتعملوا ايه لان انا بشوف القصص دي كلها على جروبس البنات وعلى جروبس الستات وبنعود نقول يعني انا لو في نفس الموقف والله بقولهم وانا بتجوز عشان خاطري لو كنتوا حد فيك وكان يعرف حاجة كنتوا تعالوا قلولي وعايز اسمع بس دلوقتي خلاص ما تقولوا ليش وعقلوا بس كده اشتركوا في القناة